هنشوف برضو فيديو حلو بس الفيديو ده هنتحك من كل قلبنا منه علشان نعرف قيمة جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي ما بيشوفش أي حاجة غير النادي الاهلي تعالوا نشوف الفيديو ده ونعلق عليه بعدين بعد الفيديو ده ممكن اللخصلكه حكاية الجمهور الاهلاوي وهنا احنا دايما بنتكلم عن الاهلي وعظمة الاهلي وسر عظمة جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي في أي بطولة بيلعبها النادي الاهلي ما بيشوفش غير فرقته ما بيشوفش غير ناديه تخيلوا لما يكون النادي الاهلي بياخد بطولة وبيتوج من أرض الملعب لو مثلا بطولة الدوري بيهتف للعيبة وقتها ويقول لهم البطولة اللي بعدها الكاس يا اهلي لو الاهلي بياخد الكاس بعدها بيقول لهم أفريقيا يا أهلي البطولة الأخيرة للنادي الأهلي كانت السوبر المصري في أرض الملعب وفي الإمارات جمهور النادي الأهلي ناد على لعبته وقال لهم أفريقيا يا أهلي تخيلوا بعد النادي الأهلي ما بياخد بطولة أفريقيا الجمهور بقول إيه؟ بيكتفي؟ بينادي بيقول وداد ولا رجاء ولا أي نادي تاني؟ لا جمهور النادي الأهلي في الوقت ده بيقول لتناشر يا أهلي علشان كده لما بنتكلم عن عظمة النادي الاهلي وجمهوره لازم تعرف ان سر قوته دايما في جمهوره جمهوره اللي زيان بقول لحضراتكو انه ما بيشوفش حاجة قدامه غير نديه علشان كده دايما النادي الاهلي لما بنتكلم عليه دايما بنقول ان النادي الاهلي رقم واحد ما شاء الله النادي الاهلي بيعمل موسم من افضل المواسم ليه زي ما بنقول موسم استثنائي في كل حاجة في الالقاب دي البطولة الرابعة للنادي الاهلي بتدى الموسم بالسوبر المصر امام الزمالك كاس مصر امام بيرامدز السوبر المصر ايضا امام بيرامدز والبطولة الافريقية متبكلينا ان شاء الله بطولة الدوري العام اللي احنا ماشيين فيها بقطة جيدة عندنا عشر مباريات نكسب منهم خمسة إن شاء الله الناد الأهلي أيضا يتوج ببطولة الدوري